ادى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في مسجد قصر الصخير وادى الصلاة بمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس بجلس الوزراء حفظه الله واصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس النواب واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من الحضور واستمعت جلالة الملك المعظم والحضور إلى خطمة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والذي استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعامه وفضله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتحدث فضيلته عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الأضحى المبارك مؤكدا على تعليم الإسلام السمحة في التراحم والتكافل والتواصل متوجها بالدعاء إلى المولى جل جلاله في هذا اليوم المبارك بأن يحفظ ملك البلاد المعظم ويرعاه ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد الغالية وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بوافر الصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظ البحرين ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة جلالته الحكيمة وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إننا اليوم في عيد شعاره الفرح والسرور في يوم عيد شعاره اجتماع الكلمة ووحدة الصف وصفاء القلب في يوم عيد شعاره الألفة والمحبة والعفو والتسامح في يوم عيد شعاره الإحسان إلى ذوي الحاجات والآهات في يوم عيد شعاره الإكثار من ذكر الله القائل واذكروا الله في أيام معدودات في يوم ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عباد الله صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى أزواجه وآل بيته الأطهار وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدلُّه على الخير وتعينُه عليه اللهم بارِك له في عُمُرِه وصحَّته وعافيته وأنجالِه وذُرِّيَّته اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه الأمين وانصُر بهما دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم تقبَّل من الحجيج حجَّهم اللهم اغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم واجعل حجَّهم مقبولًا وسعيهم مشكورًا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِذُكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العظيم يذكُركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال وبعد انتهاء الصلاة تبادل جلالة العاهل المعظم مع الحضور التهانية والتبركات بحلول عيد الأضحى المبارك شاكراً لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الأضحى المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطيرة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم هذا وقد رفع الحضور أجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى جلالة الملك المعظم بحلول هذه المناسبة المباركة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته أعواماً عديدة بوافر الصحة والسعادة وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه ليواصل قيادة مسيرة النهضة الوطنية وتعزيز مكانة مملكة البحرين ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والعربي والدولي مشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من انجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر في كافة ميادين العمل الوطني اشتركوا في القناة